اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة تعالوا نشوف قصة النهاردة اللي بتيجي على لسان بطلتها وبتحكي تجربتها من البداية وبتقول ان هي بنت كانت طيبة جدا وبسيطة جدا ومعندهاش اي مشاكل في الحياة اتخرجت من تعليمها الجامعي وتعينت موظفة في احدى الشركات الخاصة لغاية ما يوم من الايام دق بابها نصبها اللي جي لغاية عندها وكان شاب كويس جدا ومعندوش اي مشاكل اي نعم كان اكبر منها بحوالي عشر سنين وكان مر بتجربة خطوبة واثنين وثلاثة قبلها ولكن ما كانش مطلق او كان منفصل او عنده اولاد المهم اخد امه وراح طلبه البنت من بيت اهلها البنت وفقت على الفور اعتقادا منها ان الحياة بسيطة جدا وان الشاب ده ما عندوش اخوات بنات عايشين معاه في البيت سوى اخت ومتجوزة في مدينة او في حي بعيد عن الحي اللي هم عايشين فيه وكان عندهم شقتين شقة عايش فيها هو ووالدته الارملة والشقة اللي فوقها اللي هو يتجوز فيها الشابة اللي هي صاحبة النصيب في البداية البنت بتقول ان انا كنت ملاحظة ان الراجل ده متعلق بامه وتعلق شديد جدا اكتر من المسموح به او اكتر من المألوف ولكن قالت ده ممكن يكون كويس جدا لان اللي مفيش فيه خير لامه اكيد ملوش خير في مراته بعد كده ولكن بعد ما تجوزنا بفترة قليلة جدا كلما روح في مكان الاقي الست بتقولي انت رايحة فين وجاية منين حتى لو كنت مع جوزي كتير جدا اقول جوزي انا عايزة اروح مشوار الفلاني او عايزة اشتري حاجات او عايزة اشتري محتاجات مجرد ما اقوله الطلب ده الاقي امه طلع عايزة تقعد يعني وتقولي انت حق انت كنت عايزة تعملي المشوار الفلان هو فعلا انت كنت عايزة تعملي كذا طيب ما تقعودي اصلا عايزة اعود معاك وكذا طب انت مين عرفك طب انت مين قالك فاكتشفت ان الراجل ده مفيش اي حاجة بتحصل مبينه ومبين براته سوى بتلاقيها نزلت راحت عنده امه راحت قعدت عند ابوها شوية وبعدين الشاب ده راح جابها وما عليش وامي وما عنديش غيرها والكلمتين دول طيب رجعت بعد ما رجعت تعبت شوية فقلت لجوزها طيب تعالى نروح للدكتور علشان انا تعبانة اخد مراته وامه على اكتافهم لتنين وراحوا لغاية الدكتورة اللي بتكشف الموضوع تجاوز الحدود من وجهة نظر الزوجة وامه اصرت ان هي تدخل معاها غرفة الكشف يعني والدكتورة بتعمل سونار بقى وبتعمل الكشف اللي الستات كلهم عارفين تفاصيله يعني فجأت بانه حماتها مصرة انها تقف جنبها واللقطة اللي كانت فرقة شوية مع الزوجة ان الزوجة عندها وحمة في مكان خاص شوي يعني في منطقة خاصة جدا في علامة مميزة في جسمها وبشكل واضح وملفت الست وقفة جنبها على اساس ان هي بتساعدها يعني فانكشف المكان ده والدكتورة بتكشف فالبنت بتقول ان انا حاولت اسطر نفسي يعني فلقيت اللي هي حماتها راح تضحك دحك يعني عريضة قوي يعني وقالت لها بتخبي ايه عني ما انا عارفة قالت لها عارفة ايه يا حماتي قالت لها عارفة الوحمة اللي في الحتة اللي هي قالت لها عرفة قرفت منين يا حماتي فراح تضحك دحكة سخرية كده اللي هو ابني ما بيخبيش عني حاجة البنت بتقول انا اتضيقت جدا وكرهت حتى اللحظة اللي الدكتورة بتكشف علي علشان تقول لي يعني احوال الجنين واحوال الحمل والحاجات دي ورجعت غضانة جدا للبيت صوتها علي كلمة منه كلمة منها طب بتقول لها ايه كمان هو انت مش راجل انت ملكش اي شخصية حرام عليك تعمل كده يعني برها اه وكون معاها كويس اه بس مش على حساب اسراري مش على حساب خصوصياتي حتى ادق التفاصيل في جسمي طب انت بتقول لها ايه كمان اذا كنت بتقول لها على الحاجات اللي في المناطق الحساسة اللي في جسمي طب بتقول لها ايه كمان عني طب بمرور الايام هيحصل ايه انا مش بكرهها بس هي وضعها كده مش طبيعي الست سمعت الخناءة رح تطلع على طول ماها على طول رامية وانها على حد ما بتقول الزوجة في شباك المنور يعني لو حصل اي شدة او اي خناء او حصل مشاكل ما بينهم تلاقي هي الباب يدق على طول راح الدخلة ودخلة مبدايقة جدا ومشرورة جدا بتقول دخلة تكاد تكون دخلة علشان تتربني يعني دخلة هي هنت بتكلمي ابني ليه كده انت نسيتي نفسك يا بنت اللي مش عارف ايه ده كفاء ان اللي هو الايه وتك تك تك كلمتين طب ابعدي فراحت الست بتقرب ليها راح تزوجة زقاها لحظة ما بتزقاها انت بتمد ايدك على امي انت طالقا البنت اصرت تماما ان هي ما ترجعشي البيت نهائيا قالت له شوف حكاية علاقتك بامك انا مش هتدخل فيها بس لو انت عايزني ارجع واعيش معاك ليه شرط واحد بس هو ان انا معايش في البيت ده يعني الشقة اللي امك تحتي وانا رايحة جاية عليها اللي كل شوية تدق الباب علي اللي بتخترق خصوصياتي وبتقتحمني انا شخصيا هي ما تقرب ليش شيء هي مش امي هي مش اختي هي مش خالتي ولا عمتي حتى طيب لو عايزني ارجعلك اجر لي حتى شقة تكون في منطقة بعيد عايز تروح لامك كل يوم يا عم روح اعود عندها ولكن انا خلاص شهر واثنين ولا ثلاثة وحاولت طيب خلاص رجعني بس عايشني في مكان مستقل الولد يومين ثلاثة وقال لها انا شوف الوضع ده رجع وقال لها امي مش موافقة اه يا ابن امك طيب يعني حتى في الجزئية دي كمان الست واقفة زي الطوبة طيب الحل ايه قال لها انا ما قدرش ارضيكي على حساب امي انا لو اجرتلك شقة وروحنا عايشنا بعيد هبقى كده اغضبت امي ودايقتها وعاصتها وانا مش هقدر اعصى امي اطلقه بعد حوالي سنة بالزبط من الانفصال البنت او الطفلة المولودة دي خلاص بدأت يبقى عندها مثلا اقربت يبقى عمرها سنة حصل ان هي عرفت انه ست ام طلقها او ام ابو بنتها حالتها الصحية ضهورت جدا وتعبت شوية وراحت كشفت ولقت يعني ان هي تعبانة تعب خطير شوية بنتها راحت قعدت عندها ترعيها يوم في اتنين في تلاتة ربنا سبحانه وتعالى استرد ودعته وست توفيت بعد ما ست توفيت الراجل عايش لوحده حوالي اربع خمس شهور ست شهور عبال مفاء من المرحلة اللي مر بيها ومن حالة الحداد والحزن رجع قال للست انا شريكي وانا عايز بنتي تتربى في حضني هي بتقول انا مش متطمنها له انا مش واثقة ان هو راجل عنده شخصية اذا كان طلع ادق اسراري لامه فممكن اسراري واسرار بيتنا يخرجها الاخته ولا اي حد من غريب او اي حد في الشغل او اي حد من الجران او من الزملاء هو راجل لا يؤتمن ولكن انا محطوطة مبين نارين نار ان انا ارجع لراجل انا فقد الثقة فيه ومبين ان انا بنتي حتتربى بعيد عن ابوها او تتربى بعيد عن اسرتها في الوقت اللي فيه فرصة انها تتربى داخل نطاق اسرة اعمل ايه انا هرجع وقولك انه احيان كتير جدا الراجل بيبقى مظلوم في قوة شخصية امه او طبيعة شخصية امه الولد بيكون فيه خير وبيكون فيه مبدأ البر بالام ولكن هو بيكون ما عندوش حسن تصرف ما بيقدرش يعمل توازن ما بين حبه وبره بامه وما بين طبيعة العلاقة بينه وبين مراتو افتحي صفحة جديدة ما بينك وما بينه اتكلمي معايا خليه فضفض افهمي وجهة نظره خليه شوف هو عمل كده ليه خليه يشوف هو بعد ما مر بتجربة زي دي هل هو ندمان لو ندمان وزعلان ووعدك وتكلم معاك على انه كل المشاكل والحاجات والعقبات اللي مرت في الفترة الاولى مش هتتكرر تاني حاولي تخوضي التجربة ولكن بحذر ومن ناحية كنتي بقي شوية فكرة ان فيه صلة ما بينكم وفيه كائن مشترك وهو البنت وحفظ شوية على ان البنت تطلع في جو اسري في الوقت اللي انت شخصيا حاولي ما تخسريش نفسك وما تخسريش البنت وما تخسريش الراجل ولكن اتفق معاه على انه لو حصل اي خلل مرة تانية ما بينكم ما بينه او هو اخلي بالوعود هيحصل واحد اتنين ثلاثة شروط اتفقوا عليهم اتمنى ان ربنا يكرمك وتقدري تجتازل محنة الصعبة دي واتمنى ان احنا نكون طلعنا بحاجة من الحلقة دي ومن القصة دي وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اشتركوا في القناة